موسيقى لا تملك السلطات السعودية أن تلزم الصمت إزاء الدعوة القضائية التي رفعها سعد الجبري لدى القضاء الأمريكي إلى ملا نهاية لذلك خرجت الرياض عن صمتها لكن ليس عبر بيان رسمي أو عبر ندوة صحافية بل عن طريق تصريح لمسؤول في الدوان الملكي السعودي خاص به وكالة الأنباء الفرنسية أكد أن السلطات السعودية بصدد تجهيز ردها على دعوة الجبري وهو الموقف الذي لم يخل من مفارقات تستحق التوقف عندها فصاحب الدعوة الواهية كما وصفها التصريح سيتورط قبل غيره في حال كشفه أسرار الدولة هذا يشكل في نظر البعض اعترافا ضمنيا بصدقية وخطورة ما يعرفه الجبري تقرير ناصر آية طاهر لم ترتبك يوما كما تفعل اليوم دأبت السعودية على إطالة الصمت إزاء كبريات القضايا حين تنفجر في وجه ولي عهدها النافذ وكانت بعد ذاك بفترة تحاول الإنكار أو التكيف لكن تفاعل دعوة سعد الجبري القضائية التي يتهم فيها الأمير محمد بن سلمان بالسعي لاغتياله أنطقة المملكة ليست الخارجية ولا أي جهة رسمية من علق بل مسؤول في الديوان الملكي الدعوة واهية ولا تستند إلى أدلة هذا أول تفاعل سعودي رسمي مع دعوة مستشار ولي العهد السعودي السابق المقامة في واشنطن وفي تفاعل الرياض على المسألة ما صار عن أولهما يعنى برد قانوني على موضوع الدعوة ستقدمه إلى محكمة واشنطن الفيدرالية وسواء أكانت تريد المواجهة أم تبحث عن تسوية فإن الدولة السعودية وفي سابقة من نوعها رضخت للتقاضي مع فرد خارج أراضيها وذك عينه ما سعى إليه المدعي حتى يكشف ما لديه من أدلة تدعم دعوة أما المسار الثاني فشكلته تعليقات المسؤول السعودي القريب من الديوان الملكي إذ حاولت حرف الأنظار عن جوهر القضية حفلت تلك التعليقات بالمفارقات فقد كررت اتهامات لسعد الجبري بالضلوع في قضايا فساد بمليارات الدولارات إبان عمله في وزارة الداخلية اتهامات الكسب غير المشروع ضد الجبري قُبلت كما نعلم بتشكيك في مجتمع الاستخبارات الأمريكي الذي يعرف الرجل تمام المعرفة أما المحكمة الأمريكية حيث أقام دعواه المدنية فلن تنظر حتماً في تلك المزاعم ومع ذلك فقد يسأل سعوديون متى وممن حصل مزئول الاستخبارات السابق على تلك الأموال وقد يجيبهم غيرهم بسؤال ألم تكن ترصد له أموال طائلة ضمن مهمته الأمنية بل وقل إنه حصل على بعضها من الملك سلمان نفسه حين كان أميراً للرياض وولياً للعهد مفارقات الرواية السعودية لم تنتهي بعد لعل أكبرها ذاك اليقين الغريب من أن الجبري لن يكشف ملفات حساسة تخص الدولة السعودية لأنها ستورطه هو قبل أن ينكان كأنما هو اعتراف سعودي ضمني اعتراف باكتناز الجبري أسرار دولة مهمة وخطيرة قد يضر إفشاؤها بمسؤولين سعوديين كبار واعتراف أيضاً بكون ذاك الصندوق الأسود إنما لاحقته فرق الموت بالفعل في كل من كندا والولايات المتحدة بغرض إسكاته ودفن أسراره معه نجل جبري بل صار كابوساً لمتعاقبه فالآن تهدد دعواه القضائية في محكمة أمريكية بإفشاء أسرار من داخل أروقة الحكم في السعودية ولربما فجرت فيما يرى محللون فضائح مدوية فكيف ستدرأ القيادة السعودية عن نفسها الخطر؟ وأن لها أن تحول دون ضرر أكبر يلحق بصورتها وسمعتها أمام العالم جراء قضية الجبري صحيح أن المملكة وعدت بالرد على الادعاءات الواردة فيها بحق ولي العهد والثلاثة عشر الآخرين لكن ناشطين يتوقعون أن تماطل ما أمكنها لا سيما إذا شعرت بخسرانها معركة الوثائق والأدلة ينضم إلينا من دابلن عبر سكايب الناشط الحقوقي السعودي عبد العزيز المؤيد من بيروت الكاتب الصحفي يوسف الدياب من دالس عبر سكايب تريسي وولدر الضابطة السابقة لعمليات مركز مكافحة الإرهاب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تريسي وولدر كيف تقيمين الرد السعودي عبر مسؤول في الدوان والذي قال أن الجبري لن يكشف عن معلومات لأنها تورطه هو أيضا ما معنى ذلك؟ أعتقد أن هذه هي طريقة الحكومة السعودية بالإشارة باتهامات إلى الجبري وخصوصا أنهم تحدثوا عن تهم بالفساد وأشاروا إليها في السابق هي الطريقة التي تسمح للحكومة السعودية برسم الصورة الخاصة بها بالنسبة إلى الجبري وأنها تقول أنها احتجزت أولاد الجبري عن حق سألتك ما الذي يمكن أن تكون عليه لأن الـ CIA قالت أن الجبري شريك أساسي كان في مكافحة الإرهاب عندما يقول الرد السعودي أن في حال كشف أسرار الدولة لن يعجب ذلك حقوق الإنسان منظمات حقوق الإنسان يترى ما الذي يعرفه الجبري ويمتلكه من وثائق لن يعجب منظمات حقوق الإنسان أهي على علاقة مثلا بممارسات تتعلق بمكافحة الإرهاب بكل وضوح وأنا بصفتي عملة سابقة في وكاة الاستخبارات المركزية لا أمكنني أن غوص بتفاصيل هذا الموضوع ولكن بالنسبة إلى مركز مكافحة الإرهاب ينظر إلى الجبري على أنه الحليف الموثوق به وهو ساعد الأمريكيين على إنقاذ الكثير من الأرواح لربما لديه أسرار تضر بالحكومة السعودية وليس بالضرورة أن تضر به شخصيا أو لها علاقة بانتهاكات في حقوق الإنسان عبد العزيز المؤيد ما هي هذه الأسرار التي يمكن أن تضر بالحكومة السعودية والذي يقول المسؤول في الديوان أنها تضره أيضا هو طبعا أنا أدعو المشاهد الكريم ويمكن ضيفتك بدون ما نتكلم في أسرار في تقرير الخارجية الأمريكي التقرير السنوي عن حقوق الإنسان الذي يصدر عن الحكومة الأمريكية يتحدث عن جرائم لا عدة لها ولا حصر وهذا ليس مثلا هذه السنة أو سنة سابقة هذا يعني يستطيع المشاهد الكريم أن يعود للسنوات السابقة فالجرائم التي تقع في الحكومة السعودية هي ليست غير معروفة يحاول الإعلام السعودية التغطية عليها وقد نتكلم الآن تفصيلا عن ردة فعل الإعلام والردة فعل الحكومية ولكن ردهم على الجبري تأجاهل نقطة مهمة جدا ما علاقة أبناء الجبري بالموضوع الخارجية الأمريكية تقول أن أبناء الجبري معتقلين الآن أنت عندك مشكلة مع شخص تقول أنه فاسد ما علاقة أبنائه بهذا الموضوع لماذا لا تنكر الحكومة السعودية تريد تبرير موقفها لتضعهم في أول طيارة ليخرجوا من السعودية يعني ليس هناك تبرير تستطيع أن تقوله الحكومة السعودية غير إخراج هؤلاء الأبناء من الوطن لكن ليس هناك رد جدي يقولون هو سالب طيب النظام كله أصلا فيه فساد من بداية والملكية المطلقة بأساسها والمخصصات التي يمنحها الملك والمخصصات التي يأخذها الأمراء يعني في تويتر نجد هؤلاء الأمراء يعني يستغلون مخصصات الشعب فينهم يقعدوا وقتهم والباضي يتسلوا علينا في تويتر ويتكلموا كيف أنه نحن شعب لا نصلح للديموقراطية يحتقرون هذا الشعب ثم من الذي يدفع الثمن وهنا أحب وجه الخطاب للقريبين من الحكومة يعني انظروا ابن الجبني ممكن يكون ابن أي واحد منكم ما الذي يحدث يعني أنت تعتقل أبناء لخلافك مع أبيهم طيب هؤلاء الأسرة الحاكمة يختلفون مع بعض دوما وشفنا الملك سعود أزالوا الملك فيصل يعني دائما يصير هناك تغيير أحيانا تغيير يتم مسح بعض الأشخاص يعني أنت تعتقد أبناء عزيز المؤيد هل تعتقد هنا بما أنك تركز على قضية نجله وابنته الذي قد ناشد بمقابلة أخيرا خالد الجبري في عبر فوكس نيوز ناشد إطلاق صراحهم وأيضا هو يقول أنه ليس متأكد أنهما لا يزالان حيين هل تعتقد بأنه لو أقدمت السعودية على إطلاق صراحهما يمكن إيجاد تسوية ما في القضية المرفوعة ضد محمد بن سلمان وبقية الفريق أمام القضاء الأمريكي الذي استدعاهم طبعا إذا تسمحي لنا أوضح نحن في السعودية لدينا نظام يعني يمكن مو بس درجتين للقضاء لا أعلى من كده من ناحية أنه في تمييز بين الناس بمعنى أنه الأمريكي لما اعتقلوا في الرجزة العالم كله سمع عنهم الآن كلنا نسمع عن أبناء الجبري هل تعرفين أنه لجين الهدلون والشيخ سلمان العودة وحسن فرحان المالكي وابنه كلهم لم يتواصلوا مع أهلهم هناك مشكلة حقيقية هناك إخباء للمساجين ثم عدم سماح لهم بالتواصل وأبناء الجبري جزء من هذه المشكلة أهل المعتقلين لا يعرفون أبناءهم أحياء أو أموات مع أزمة كورونا ومع التعبيب والاستبداد الذي يعني يمارسه محمد بن سلمان حتى يذهب للقتل أشخاص في الخارج خاشقدي الله يرحمه تم قتلوا في الخارج وفي القضية هذه جزء لم ترد عليه الحكومة السعودية من هؤلاء الخمسين الذي ذهبوا وأعادتهم كندا وأدخلت واحد منهم جواز دبلوماسي ولماذا لم تدخلهم؟ لأنه مصورين مع بعض صورة والجوازات وجدتها وهم يقولوا ما نعرف بعض يعني داخلين يكذب على الجوازات كيف هذه الفرقة ذهبت بعد أسبوعين من قتل خاشقدي الله يرحمه ما الذي يحدث بهذا الوطن؟ محمد بن سلمان يقود الوطن يعني هناك تشكيك في صحته العقلية أو تقارير تحدثت عن تعبه ولكن بالتأكيد محمد بن سلمان لا يقود الوطن كإنسان سوي هو رجل خائف من عزله خائف من أي منافس محتمل يعرف أنه أتى للسلطة بغير استحقاق ولذلك هو يعني يتعامل بعنف شديد ثم ينظر باحتقاب للوطن يترى هناك محاولتان محاولة التي أشرت إليها حضرتك والتي أتت بعد أسبوعين من حادثة من اغتيال خاشقجي وهناك واحدة أخرى قبل ذلك عندما كان لا يزال مقيما في بوسن في الولايات المتحدة يعني هما حادثتان محاولتان للاغتيال وأيضا استمر التهديد لماذا؟ ما الذي يملكه الجبري؟ لماذا؟ هذا السؤال ما الذي يملكه الجبري؟ بالإضافة إلى ما ورد في دعوة الجبري عن أنه بن سلمان شجع روسيا على التدخل في سوريا ما أغضب الولايات المتحدة؟ طبعا الأسرار التي تحدث لدى الحكومة السعودية فضائح يعني لا عدة لها ولا حصر ولو واحد منهم كان صريح أصلا لا يستطيعون التكلم مقابلة طويلة مع الصحافة الغربية بغير كذب مفتوح فلا يستطيعون لا أحد يريد أن يقول ما الذي يحدث لدى الحكومة السعودية ولكن لا بد أن أيضا أن نلاحظ أن هناك تحذيرات وصلت تعدة ناشطين سعوديين أخواننا عمر الزهراني معتقلين في السعودية وصلت له تهديدات بمعنى أن الحكومة السعودية هذا منهج العنف المتطرف هو يتتخذه مع الجميع الآن يوسف الدياب إذن الدعوة واهية بحسب الرد الذي جاء على شكل رد من مسؤول في الديوان لوكالة الأنباء الفرنسية كان هذا الشكل لذلك سؤال مطروح لماذا بهذه الطريقة جرى الرد وفي حال تجوزنا شكل الرد في المضمون عندما يقول الرد سيتورد قبل غيره في حال كشف أسرار الدولة يعني هم يعترفون الطرف السعودي الرسمي يعترف بأن ما يعرفه الجبري خطير يعني أولا بما خص الدعوة بالتأكيد اليوم الطرف السعودي معني بالرد عليها بالموجبات القانونية بمعنى أن هذه الدعوة يفترض بفريق من المحامين أن ينتقل إلى واشنطن ويتبلغ لائحة الإدعاء المقدمة ضد القيادات السعودية ومن ثم يتولى هذا الفريق الرد عليها قانونا بما خص مسألة كشف الأسرار وأن سعد الجبري قد يتورط بما سيقوله أو ما سيدلي به أنا أعتقد أن هذا الأمر يعني فيه شيء من الصحة باعتبار يعني أن جزء من السياسات السعودية إذا كانت حجج سعد الجبري صحيحة جزء من السياسات السعودية كان ينفذ هذا الشخص وبالتالي إذا كان يعتقد أن هذه تشكل نقطة ضعف للمملكة العربية السعودية فعلى أي أساس كان هو يتولى هذه المهمات وينفذ هذه المهمات وهو كما يقال أنه كان يدير القنوات أو الشبكات التي تتعلق أو تتولى مسألة مكافحة الإرهاب وبالتالي إذا كان هناك من خلل في تطبيق هذه السياسة فأعتقد أن المسؤول عنها هو سعد الجبري وربما يكون وزير الداخلية الأسباق محمد بن نايف ولذلك أنا أعتقد أن الطرف السعودي أو القيادة السعودية ربما تكون مرتاحة إلى وضعها من حيث مقاربة الدعوة القضائية والتلويح بأدلة قد تقدم اليوم ضد ولي العهد السعودي وبالمناسبة إذا كان سعد الجبري يملك أدلة على دور للمملكة العربية السعودية إذا كان يعتبره دور فوق القانون فأسأل محمد بن سلمان في حينها لم يكن في السلطة ولم يكن في مركز القرار وبالتالي أعتقد أن التصويب يكون في مكان آخر يكون على ولي العهد السابق ووزير الخارجي الداخلية محمد بن نايف الذي كان مستشاره سعد الجبري وعلى الملك السابق رحمه الله الملك عبد الله الدعوة من أكثر من مئة صفحة وفيها ذكر لما قام به محمد بن سلمان وكما ذكرت الآن مثال بسيط عن تشجيع محمد بن سلمان لروسيا للتدخل في سوريا بما يثير حفيظة الوعية المتحدة هذا مثال عما يملك من معلومات يملك المعلومات اعترف الرد اليوم بأنها تسمم العلاقات بين السعودية وواشنطن أنا كمراقب لا أدعي أني أنا أنسان أعرف ما هي السياسات الدولية ولكن أنا أعتقد أنه من التسخيف للأمور أن نتصور بأن روسيا دخلت إلى سوريا بطلب من محمد بن سلمان معروف أن موسيا كيف دخلت إلى سوريا هذا موضوع آخر نحن نتحدث تقولين أن هذا جزء من المشكلة نفذت أم لا تنفذ لكن العتب أمريكي على موقف محمد بن سلمان بغض النظر إذا كانت روسيا استمعت إليه أو لم تستمع لأنه لاحقا ورد بأن يعني لاحقا نفذت روسيا هذه الخطوة سواء بناء على نصيحة من محمد بن سلمان أو لا بتشجيع لكن المسألة هي أن هناك كشف عن حقيقة مواقفه لمحمد بن سلمان الذي مفترض أنه حليف لولايات المتحدة وليس لأكثر منه من روسيا سؤالي سيد يوسف دياب أنه إذا كانت الأمور إذا كانت سعودية مرتاحة وواثقة من نفسها لماذا لا تفرج عن نجل الجبري وابنته لماذا تعتقلهما لماذا الابتزاز إذا كانت مرتاحة وواثقة من نفسها لماذا الابتزاز بالأطفال دعم لو سئلت عن هذا الموضوع أقول لك ربما هذه الأمر غير مرحب به أن يجري احتجاز أطفال أو أولاد الجبري من أجل الضغط عليه ولكن باعتقادي أو بقراءتي للمسألة أنها محاولة للضغط على سعد الجبري ليعود إلى المملكة العربية السعودية أو كما يقال لإعادة الأموال التي كانت بحوزته والتي صرفها وتقدر بحوالي 11 مليار دولار عندما كان في موقع المسؤولية وكانت لديه الصلاحية المطلقة في صرف هذه الأموال من دون حسيب أو رقيب ولكن لديه أيضا في الوثائق تؤكد أن الملك الراحل كان على علم باستخدام هذه الأموال كيف للسلطات الحالية السعودية أن تدين حقبة بأكملها تعود للملك الراحل عبد الله حصلت من خلال احتجاز عدد من الأمراء كان يبدو أن هناك الكثير من الملفات التي تشير إلى أن الأمراء حصلوا على أموال بطريقة غير مشروعة وكان البعض منهم يعتقد أن خزينة الدولة هي خزينته الشخصية يسحب منها ما يشاء ويتصرف بها كيف ما يشاء عندما أتى الملك سلمان وأتى الأمير محمد بن سلمان ليتسلم ولاية العهد كانت لديه مقاربة مختلفة على أن أموال الدولة هي ليست ملكا للأمراء كما يعتقد القيادة السعودية الآن وبالتالي هي ملك للشعب السعودي وعليه أن يستردها هل الأمور هذه تستوي أو لا تستوي؟ أنا أعتقد أن القيادة السعودية ربما لدى عبد العزيز المؤيد رد على هذه النقطة عبد العزيز المؤيد سريعا لأن أريد أن أعود إلى ضيفتي من الـ CIA أولا أشكر على نقال غير مرحب به لكن خلينا أقول لك بالعرفة الإنساني يمكن العالمي يمكن هذا يمثل الشعب السعودي استخدام الأبناء كطعم هذا ليس شيء غير مرحب فيه فقط يا سيدي هذه أخلاق لا تليقوا بالرجال ولا تليقوا بالأمم المحترمة ولا يصح أن تستخدم الدولة السعودية كوسيلة لتنفيذ هذه الأجندات الحقيرة سيد الفاضل مع كل الاحترام والتقدير الرواية السعودية عن فساد السلطة السابقة والملوك السابقين تعني فساد الحاليين لأن النظام لم يتغير هل أعطي الشعب حق التنفيذ؟ ما الذي تغير نحن نقول والرواية القديمة أن هناك فساد نعرف أن هناك فساد في السلطة تريسي والدر تريسي والدر تريسي والدر باعتقادك إذا قال سعد الجبري يبدو أنه أعلن ما يملك بحوزته من معلومات علي وعلى أعدائي هل سيخلص ذلك على الأقل نجله وابنته في حال كان ليزلان حيين؟ أت للاستضاح يخلص حياتهما إذا ما عاد إلى المملكة العربية السعودية؟ إذا ما أعلن شعار علي وعلى أعدائي بمعنى أنه مستعد لكشف المعلومات الخطيرة التي اعترف بها اليوم المسؤول السعودي الذي رد ويقول أنه بصدد تحضير رد على الدعوة إذا كان يهدد بهذه المعلومات والسلطات السعودية تهدد باحتجاز أبنائه من الذي سيرضق بالآخر؟ هل يمكن أن يفرجوا عن أبنائه؟ لا أعتقد أنهم سوف يفرجون عن أبنائه وأعتقد أن سعد الجبري وأي أسرار بحاوزاته ليست متعلقة بهذا الوضع حيث أننا نتحدث عن بنايف وكيفية إزاحة بنايف من ولاية العهد كل هذه الأمور حصلت في ذاك الحين أعتقد أنها هجمة منصقة من قبل الحكومة السعودية لوضع المعارضين جانبا أي أسرار لربما لم تعد مهمة بالنسبة إلى النظام الحالي أشكرك تريسي وولدر من دالس وأشكر يوسد دياب من بيروت وأشكر عبدالعزيز المؤيد من دابلن وعذرونا لضيق الوقت إلى اللقاء